رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وأعز أقول لكم هل حصلت في الفاصل عمال أقول لضيفي طب هنتكالح معنيها مش عايز يقولي هنتكالح معني قلت له رجعت تاني مفاجآت تاني طب خليه بس الأول أراحب بضيفك وضيفك هو مش ضيف ده هو صاحب برنامج الدكتور هاني فرج المسشارة التبلوخ سارة برنامج صباح صباح عليها صباح خير وعلى السادة مشاهدين وهي مش مفاجأ ترجعتين تماما مش عايز وعمال أسألك هنتكالح فيه قلت اللي نخليه مفاجئ هتكلمنا فيه بقى النهاردة إن شاء الله نهاردة نتكلم عن دور المياه في حياة الإنسان وأهميتها بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة دور المياه دور المياه دور المياه فينا يا فنم بنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة وبنسبة لإنسان بصفة عامية طب ما دام بتكلم دور إيه بس أولا إيه هامية المياه بالجسم الإنسان طيب نبتلي طيب مش عايزة بتفاجئنا أنا خباك الأسأل دور تعماليا بتجيلي وأنا السؤال اللي بيجي على بالي بقوله لك دلوقتي طب ما نبتلي بإشارة قوية في صورة الأنبياء الآية 30 تحديدا واجعلنا من الماء كل شيء حقي صدق الله على عزيز دي إشارة من ربنا سبحانه وتعالى إلى أهمية المياه بالنسبة لحياة الإنسان لو حبينا نتكلم على أهمية المياه بالنسبة للإنسان هنلاقي إن جسم الإنسان فيه أجزاء كثيرة منه أساسها المياه لو قلنا بصفة عامة هو 70% من جسم الإنسان يحتوي على المياه أو بمكوناته المياه تمام أهمها على سبيل الإطلاق هو طبعا الدم 80% من محتوياته عبارة عن مياه بالنسبة لي الكبد 96% بالنسبة لي المخ بيصل لي 75% بالنسبة لي بيت مكونات جسم الإنسان بالنسبة المتوسطة هي 70% زي ما قلت حضرت تعالي فأنت خرجك بره الفقرة شوية فضل أنت عمل لي ألأ بي بس أنت بتحفظ أرقام دي زي لا هي بس بالتقرار ولا تشعر مياه كتير قال لي المياه كتير ليه علاقة بالذاكرة لا لا هي بالتقرار يعني أعرف أنت مش عارف ضد أرقام واحد راتك بالنسبة لي المياه فعلا هي بيتماشر الزكرة وبتساعد على وصول الدم بشكل قوي ومناسب بالنسبة لخلايا المخفى بالتالي بيتماشر الزكرة فعلا تعرف فكرتني كنت مرة عامل حلقة وكان ضيفي قال لي أنا بحتاج أشعر مياه كان من حولي كده فترة يعني في السنو الأولين وبدأ يحترين هوى ما يتلتش قال لي بص الصنب يباريه ناشيف وعزش المياه فده بس أهمية المياه هو أحداك الجزئي المهمة جدا يعني بالنسبة للأهمية المياه على مستوى اليوم مفروض أن الوضع الطبيعي بالنسبة للإنسان البالغ بالنسبة للرجال تجد الآن هتتكلم عن معدات المياه في اليوم بزبط كده نتناول المياه لا والشيء الطبيعي يعني إحنا بالنسبة للرجال بنتكلم على الأقل 15 كباية في اليوم رقم كبير 15 كباية يعني 2.2 من 10 لتر لا واحتياجهم كده سبحان الله والتكوين الجسماني محتاج لل2.2 من 10 لتر مياه على مدهر اليوم طيب إحنا لو حبينا نتكلم على احتياج المياه بالنسبة للأطفال والردع طبعا بالنسبة للردع إحنا المياه تناولها بيبقاله اشتراطات محددة ومعينة بمعنى أن الطفل في بداية الفترة الأولينية لغاية قبل سن الأربع شهور أو قبل تناوله أي مواد صلبة في الأكل بإحتياجه للماء بيبقى غالبا قرارة 90% منه عن طريق لبن الأم أو حتى لو ردعها الصناعية فغير مفضل في الفترة الأولينية دي إن إحنا ندي الطفل مياه بشكل مباشر يعني مياه بالألمة من إحنا عندنا عادات من الطفل يقولك أول ما يتولد حطوله وطول ما يبقه غير محبب تماما يعني هو مصدر المياه بالنسبة له هو عن طريق لبن الأم لبن الأم بيحتوي طبعا على مدموع من الفيتامينات والمعادن المهمة بالنسبة له المياه لو الطفل شربها هتمل جهاز الهضمي بتاعه بكمية جديرة هتقلل شهيته للرضاعة وبالتالي ممكن يعني عكس سلبي حتى على عدد مرات الرضاعة في اليوم فيقلل لبن بالنسبة لأم بالإضافة هو منتهال المياه حتى الكبار لو شرب مياه ممكن تقلل معدلات الأكل أو كمية الأكل اللي بيأكل دي بزبط كده فننهي جزيزة الأطفال لو أنت فاجئتين أنا ما رأيش أنت إيه اللي جايه اللي مش جايه له أنا عمالك بالسؤالي بيجي لي رو أكد جميل الأول مراش شعير بصراحة وفيه مياه طبعا أو فيه يعني أسيدة كتيرة وأنا حبيت نواده مع دخلة الشتاء دي لأن دخل الشتاء إحنا بنهمل تماما في شهر بالمياه صحيح معاك تماما وهقفل بس جزيزة الأطفال فإحنا الأطفال قبل سن الأربع شهور بحرص وفي بعض الأطباء في بعض حالات الأمساك عند الأطفال بينصحوا بردع معلق يوميا أو ما يعادل ربع لت ربع كباية صغيرة على الأكثر هنيجي نتكلم على زي ما حكت فضلت وقلت على معدلات اليومية زي ما قلنا 15 كباية بالنسبة للرجال الكبار السن أوي حوالي 11 بالنسبة للسيدات طيب يعني 2 لتر و2 من 10 و3 طيب لو جينا نتكلم على أهمية الماء بالنسبة للجسم هنبتدي من أول الجلد طبعا رطوبة الجلد ونعمته ونعمة البشرة طبعا الماء عامل أساسي فيها هنتكلم على الأظافر هنتكلم على العين هنتكلم على الشعر هنتكلم على الأجهزة العامة بالنسبة للجسم والجهاز الهضمي في منتغل أهمية طبعا وجود الماء بكميات كبيرة طيب خلينا فيه سؤال ده ما بيتسيل طب أنهي أفيد يعني فيه بعض الناس يقول لك أنا أشهر الماء دافية أحسن ولا ماء بردة أو سأعة بس هو قبل ما نروح للماء الدافية أو الماء البردة أنا بلاحظ كل ما بسافر دولة أوروبية يقول لك ما تشتربش ماء من الحنفية تشتري ماء معدنية في مصر هنا مش عارف ناس كده بتشتري بتشرب ماء من الحنفية هل دي فيها هل مصر مية مصر مختلفة عن الماء بره طب خلينا وهلي استحسن أنه نشرب ماء معدنية طب خلينا أقول لحضراتك أنه هي الدول بتنقص من أكون يعني حسب الكمية المياه المتوجدة فيها الدول اللي عندها النهار بتم معالجة الماء بشكل كويس وماء الحنفية بتبقى صالح للشرب مفيش فيها أي مشكلة ولكن في بعض الدول في بعض الدول طرنسا فيها مثلا نهر نهر السين يعني يبص على سبيل الماء هناك هيجينيك يعني هي معاملة ومعالجة بشكل ببقاش فيها احنا بتلا من إيه حضراتكناية تبقى ملوسة بالميكروبات أو وجود نسبة أملح عليها يعني فاصل ما فيش مشكلة من إيه شرى ماء الحنفية طبعا هي مياه معالجة بشكل مفيش فيها أي مشكلة تماما في بعض ناس بتبقى يعني احترازي كده بتجيب الفلتر وده مهم طبعا في نظر لهم مشكلة مش في المينوسة بعض المواسير بتبقى فيها مشكلة صدق صح فوضي الفلتر مهم المياه المعدنية احنا بصحك احنا اللي بيحكمنا حاجة اسمها التوتل او الجسام الصلبة المزابة وده نهي رنجة طبيعية بتاعها عندنا نهي مفروض ان هي يعني في المياه المعدنية وكده بتروح من مياه لخمسمة مية الحنفية بيعمل حسابة أزية شوية بس هي ما زالت في الرنجة الطبيعية ما فيش فيها مشكلة نرجع بقى المية الدافية والمية البرد فيه نصائح كتيرة بشرب المية وانا بأكد عنها الدافية ولاستستخنية لان فيه ناس بتشرب مية سخنة الصبح طبعا هي المية الدافية بتساعد على انتظام الهضم بتنقي الجهاز الهضمي من السموم يتساعد على معالجة الامساك في بعض الحنفية يعني المية دافية معنى ذلك ان هي يعني افي افي طبعا يفضل الصبح يعني شرب مية ما يعادل نصر الى لطفة حسب السن مية دافية يعني سابق غليها بشكل كويس فهي مية دافية ويفضل في بعض الحالات اللي معنداش مشكلة في الجهاز الهضمي يبقى عليها عصرة لمون او جنزبيل دي بتفع جدا ده حتى كمان انا عارف ان الجنزبيل لواصل تلمون ده بيساعد على الحرب يعني ممكن الناس اللي هي بتحب تلجأ لتخسيس تلجأ لكبات مية دافية على نصر لمونة زي مكترانيات او معالج في بعض الدول او بعض الثقافات زي اليابان تحديدا ده اساسي بس يفضل ان هو يبقى قبل الاكل بفترة ما تقلش عن نص سنة تعرف اي عادات اه بزبط بس اعدات عادات كويسة وعادات طيبة بتساعد على الصحة يعني تحسن الصحة العامة يعني اعز اقول ايه لو انت عدت شهرين تستمر نكتشب كل مية كل يوم الصبح مية دافية نصر لمونة هتلاقيه بعد كده الموضوع عالب لعندك الهبط بزبط بقيت عادة وبقيت عادة طيبة ومحومة طبعا طبعا وخاصة ان اللمون كمان بيحتوي على فيتامين سي والانتي اوكسيدانس فده طبعا عامل قوي جدا بيساعد في عملية الهضم وبيساعد في عملية حرق الدهون ودي من الحاجات الأسيار هنيه بقى للتفرد انا كنت عادة بس ببنى احنا تكلمنا ان العياني او مش العياني الشخص الطبيعي الشخص الطبيعي كتدي بكبات مية الصبح مية دافية عليها نصف لمونة او جنزبيل وانه ده حتى بيساعد الحرق عزينا ربالة المية والوزن كويس بصحك هو طبعا هو الجهاز الهضمي او الماية ده او الأمعالية اللي لديها حجم معين المية وإنقاذ الوزن أه إنقاذ الوزن طيب المية ما بقيم بتابت حيز من المعدة فبتقلل الشهية بالنسبة للأكل بشكل كبير بتقفل الشهية بالنسبة للشكل كبير نظر ان تلاقي المعدة والأمعال بكمية مية كبيرة طيب المية في حد ذاتها بتساعد على تخلص الجسم من السموم أثناء عملية التبارز والنزول الفضلات الموجودة داخل الجسم فده في حد ذاته بيساعد على الصحة العامة ويقلل من الوزن زايد إن ده يعني لما بتقود كميات مية كبيرة والمعدة بتمتالي فبيتلمي الإنسان بيحرق من الموجود داخليا طبعا بيبتليقل وزنه بشكل ملحوظ يعني فده أهميتها بالنسبة لإنقاذ الوزن وفيه أحيانا بعض الناس بتلجأ ما يسمى بريجيم المية إنه هو بيعتمد على ولكن هو غير محبب نظرا لأنه يعني محتاج دقة فيه وما ينفعش بشكل شخصي لازم متابعة مع دكتورة تغزية بحيث يحدده الكميات اللي ياخده على مدار اليوم دكتورة تغزية بالدكتورة بتاعتنا مشروبات الغزية يعني هي فيها مية هي في تركيبتها مية ولكن بتحتوي على نسبة أملحك بس هل يوصل لمرحلة أنه ما شافش مية خالص وهي عبارة عن نعيشت كلها عبارة عن مية الغزية هو اللي هيدفع فاتورة القصة دي يعني حاجة غلط جدا يعني لو هو شاب طبعا مش هيحس بحاجة الوقت ولكن مستقبلاً هيبتلي يعاني من مشاكل خاصة بالكلة بالأملايح بهشاشة أعظام أحياناً يعني فالمشكلة دلوقتي لا أبنى سبحانه وتعالج علينا المية السائل اللي هو ملوش لا لون ولا طعم ولا ريحة ولكن فيه كل الفرير الممكن الإنسان يحتاج فلجونا للحاجات المياه الغزية مش محبب فصل الصيف فيه ناس كتبا جداً بتعتمد على المياه الغزية ولكن أنا زي بقول لحضرك فاتورة المياه الغزية بتدفع أحرجت بسيرة الكلة عايزين نعرف الألاقع بين شرب المياه والكلة طيب هو شرب المياه طبعاً بيزود معدلات التبول وبالتالي بنزل الأملاح وبيحمي من العدوة المكروبية فبالتالي بيؤلل احتمالية حدوث التهابات أو تكون حصوات بالكلة تمام فشرب المياه بكميات معتدلة أو كميات اللي احنا قلنا عليها اللي هي الحد المقبول أو المطلوب بالنسبة للبلغين ده بيساعد على التقليل من أمراض الكلة تمام طيب خلينا أنا بحاول تلاقي تربط المياه بالأمراض المختلفة نقول مريض السكر مثلاً؟ مريض السكر طيب مريض السكر بيعاني من ارتفاع نسبة جولكوز في الدم فيه جولكوز بالنسبة عليه طبعاً وبالتالي ده بيستدعي أن المياه بتنسحب من الأنسجة في اتجاه الدم تمام تمام لمعادلة المستوى المياه بالدم طيب ده بيؤدي إليه قد يؤدي إلى جفافة فبالتالي بدي ننصح دايماً مريض السكر أنه يتناول مياه بكمياء كبيرة عشان الأنسجة الجسم بصفة عامة وبالتالي هيساعد من رسول مستويات المياه في الدم للمستويات طبيعية بالنسبة لها وبالتالي برضو كشرب المياه بالنسبة للمريض السكر بتساعده على دخول الحمام بشكل كبير وبالتالي بيتخلص الجسم من كمية السكر طب ما ديج أسألك السؤال بطريقة عكسية مين اللي ما يشربش مياه؟ طيب خلينا يعني مين المريض أو الإنسان؟ مش مريض الشخص يعني أو الشخص اللي قوله ما تشربش مياه؟ قولنا الأطفال اللي هم أقل من أربع شهور دي طبعاً 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 دي لا يحبب فيها شرب المياه لأن هو بيأخده هو بيأخده عن طريق المياه اللي هي مع العشاب أو لابن الأمة فدي بالنسبة لك بالنسبة لأي أعمار سنية أخرى لا بالعكس هو يعني كل شيء حي فهو طبعاً ما فيش فيها أي مشكلة خالص في التناول المياه بالنسبة بالطبيعية بالنسبة لهم حتى بالنسبة للمريض الكلة اللي احنا بإخراج المياه عن طريق الكلة أو عن طريق حتى الجهاز الهضمي بنقال لديش مشكلة معاه في شربة كميات كبيرة بالعكس دي دي بتتنشط الوظائف الحيوية اللي أنا عايزة تتعرفي أنا كنت بسألك السؤال ليه؟ لأن ميست المياه أن هي علاقة ترضية بينها وبين جميع الحاجات اللي بتخص جسم الإنسان طبعاً يعني مثلاً ما تخافش أنك تشرب مياه لا إيه شرب مياه؟ مريض كلا نحنا كم دولة هكلمك على شرب المياه ومرض الكبد مثلا طبعاً في علاقة بين شرب المياه ومرض الكبد؟ طبعاً في المنطقة الأهمية يعني شرب المياه زي ما قلت حقاك في أحد دي أصاب يتؤكد أن هي يعني إحنا عندنا مشكلة في الـ LDL أو الكوليسترول غير الحميد أو غير المطلوب زيادته في الجسم بيقل مع شرب المياه التخلص الجسم من السموم بيبقى عن طريق الكبد أو عن طريق الكلة فبالنسبة للكبد كل ما بيوصلها كميات دم كبيرة بنسب مياه اللي هي النسبة الطبعية فيها فبالتالي بتساعد على التنظيف وتخلص الكبد من السموم الموجودة فيه تمام معلش بس هو في حاجة أنا افتكرتها دلوقتي المريض الكبد اللي هو عنده تلايف الكبد ومرحلة ومرحلة منتقدمة المريض ده بيشتكي من استسأة بيبقى عنده استسأة في المرض طيب خلينا خلينا نخلي موضوع الحلقة فيه تجاه المعلومات العامة تمام المرضى اللي هم بيعانوا من حلقة أو حلقة مشاكل تمام ده بيبقى تحترعية طبية كاملة تمام عشان المعلومة الموضوع فيه individual variations يعني مش كل مريض زيتين تمام عشان ندي المعلومة لأتبال معلومة مناسبة لكل مريض فده معلومات العامة اللي بنديها النهاردة للثقافة الطبية العامة ولكن المريض اللي عنده استسأة ده غالبا بيبقى اختراض أو بيتراضد على مستشفى من وقت الآخر فبياخد نصائح وكل حالة غير التانية ما عندناش حالة ثابتة نقدر نقول ده والله لازم يقعد في اليوم كم لتر وكده لا 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 موضوع بيختلف من مريض الآخر طيب يعني احنا عندنا مريض القلب ايه اللي ممكن يحصل له ممكن يحصل له جلطات ممكن يحصل له انسداد في الشرايين توقف عضلة القلب الامراض اللي هي المشهورة والمعروف بالنسبة للمريض القلب يعني فوجود المية بكميات كبيرة الانسان بيتناولها بيؤلل من حدوث الجلطات بيؤلل من انسداد الشرايين زي موضوع الـ اللي دي يقل لانه هو ليه علاقة بترسب الكوليسترول في كدهر الشرايين وقد يؤدي الى تصلب الشرايين فكل مرضى الضغطة طبعا وجود المية بكميات كبيرة ودخول الحمام بيتخلص الجسم من الاملاح الزايدة فخروج المية مع الملح ده طبعا بيؤلل من ضغط الدم فده مناسب جدا بالنسبة لمرضى الضغط تناولهم كميات مية بشكل جديد وخاص طبعا في فصل الشتر تمام وفي ده في منتقى الهمية المياه والتهابات المسالك البولية اه زي ما قلت حضرتك هو المسالك البولية مشكلتها انه طبعا لو فيه انفكشن او فيه عدوى او فيه املاح بشكل كبير فاحنا معايزين نتخلص منها فكلما كان معدلات دخول الحمام اكبر كلما كان كمية المياه اللي بتنزل اكثر كلما بيقلل من حدة العدوى والاملاح الموجودة في الجسم تمام يعني ده المياه هي سر سر الحياة طبعا طبعا سر الحياة وسر انك تتحافظ ازاي على جسمك وعلى صحيتك لو انت منتظم في شرب المياه وبصورة صحيحة ده ينعكس على الحالات الصحية بتاعتك طبعا طبعا فيه نقطة يعني انا ارجع للجزء التاني من حالة حضرتك هو احنا بس عشان قدامنا مياه اه سريعا اه دكتور محمد الكامل تكلم عن امراض الشيخوخة وعن كبار السن تماما ده رسالة برجها لكل الابناء وكل اللي لديه حد كبير في السن في البيت سواء ابا او جد يهتم مئوي ويدغط عليه في شرب المياه بكمية كبيرة تماما يهتم خاصاته في فصل الشتاء تماما خوفا لقدر الله من حدوس الجلطات وامراض القلب اه اه انا يحصل فيها مضعفات فشرب المياه في فصل الشتاء وده كان الغرض من حلقة نهاردة تماما احنا داخلين على فصل الشتاء وقد انسان بيكسل شوية لانه ما بيعرقش زي الصيف فيقولك مش هشرب كميات مياه كبيرة بالعكس لازم نحافظ على مستوى الغي بالنسبة للانسان وطوبة بالنسبة للكسبة المياه او المياه الدافئة ايو فضل المياه الدافئة فضل المياه الدافئة الحلقة النهاردة هي حلقة كلها سريعة تماما بس حلقة كلها معلومات قيمة ويمكن بيان انت المساشرة الطب والاقتصادي للبرنامج احنا اتفاقنا مع السادة المشاهدين الفترة اللي جاء البرنامج باخد شكل مختلف شوية وشكل يتناسب مع رتم الحياة السريح والتفاعل يبقى أصرع والمعلومات يبقى أصرع والمعلومات يبقى أصرع وإحنا الغلط الأساسي من البرنامج نحن نقدم حاجة مفيدة للسادة المشاهدين اتمنى ذلك يا دكتور هاني فرج المساشرة الطب والاقتصادي انا بشكرك على الفقرة فقط المياه فأنا باسم السادة المشاهدين بشكرك شكرا جزيلا بشكرا جزيلا بشكرا جزيلا الحلقة المرة كانت حلقة انا باعتبارها من انجح لحلقات اللي انا عملتها في برنامج ساحتك صروتك لان كمية المعلومات اللي اتقالت فيها معلومات قيمة واتمنى اتمنى لو ليه اي حد ليه استفسار احنا هنرجع تاني يا دكتور هاني من رقم الواتساب لان لو حد ليه اي استفسار احنا طبعا وخلاص واحنا هيبقانا معانا فريق عمل حد خاص بالتخزيلا حد خاص بالتخزيلا انا فلنا السادة كان موعد بالسادة كان ضخم جدا الفطفة اللي فاتت فاحنا برضو بنعتذر لبعض السادة مشاهدين ان احنا يعرض الاف العسائل فالله احنا ندر ان نجيب عليه ونجيب عليه او الفطفة الجاية ان شاء الله هيبقى ايجابة عامة تغطي من مجموعات بيها من السادة الوقت يجير بسرعة ولكن دائما انا نبغفل ان احنا على عمل ان احنا هنتقابل الاسبوع الجاي بس قبل ساعة من دلوقتي وبردمج صحتك سروتك اشوفكو على خير موسيقى